السلام عليكم أهمية التوقيت الصحيح للمكافحة التوقيت الصحيح بيكون خطوة مهمة جدا إن حضرتك تتدخل في الوقت المناسب تتدخل في التوقيت الصحيح عندنا حاجة اسمها الحد الاقتصادي الحرج اللي هو الحد اللي عنده مفترض إن حضرتك تتدخل بالمكافحة لإن بعد كده هيحصل عندك مشاكل وأضرار كبيرة وعندنا هنا مثال للتدخل الخاطئ أو التأخر في التدخل عندنا هنا إصابة أو كان موجود إصابة بحشرة المن حشرة المن ساقبة مصة أو من الحشرات الساقبة المصة زي ما حضرتكوا شايفين الحشرة هي اترشت وماتت لكن بعد إيه؟ بعد فوات الأوان الحشرة دي مشاكلها وأضرارها إن هي بتمص العصارة الغذائية من النباتة وفضلا عن كده ليها أثر تاني ضار جداً وهي أثناء تغذية الحشرة الحشرة دي بتفرز مادة عسلية يعني هي بتتغذى على السكريات الموجودة داخل النبات والكربوهيدرات والبروتينات وبعد كده بتبدأ تستغنى أو بتغنص كمية عالية من السكريات فبتبدأ تفرزها وتتركها أو بتسيبها على أوراق الأشكار الندوة العسلية دي عبارة عن مادة سكرية مادة عسلية المادة دي بيتغذى عليها بقى أو بينشط عليها أو بينمو عليها فطر الفطر ده اسمه فطر العفن الهبابي اللي هو بيكون اللون الأصمر أو الطبقة اللي حضراتكم شايفينها دي ده ناتج عن وجود ندوة عسلية على الأوراق ثم نمى عليها فطر العفن الهبابي وزي ما حضراتكم شايفين بدأت الشجرة تتلون بشكل كامل باللون الأصمر هذه النتيجة أهيت لكن التدخل هنا جي متأخر شوية فبعد ما بدأت الحشرة تكتر والحشرة القشرية للأسف الحشرة المن الأشف للأسف تكسرها تكسر سريع بتتولد بالتولد البكري مش محتاجة تلقيح فبتعيش في مستعمرات زي ما حضراتكم شايفين كده وبتنمو بشكل سريع وبشكل كبير وبيبدأ بعد كده ما بتفرز الندوة العسلية بيبدأ ينشط عليها أو ينمو عليها العفن أو فطر العفن الهبابي زي ما حضراتكم شايفين وللأسف بيكون الطبقة الصمرة ديت بالرغم ما إحنا كفحنا خلاص لأن الأسر بتاع الحشرة ما زال موجود الندوة العسلية ما زالت موجودة فبالتالي نمو عليها الفطر فبالتالي أدى إلى منع وحجب الأوراق من عملية البناء الضوئي ده طبعا مشكلة كبيرة جدا أن الورقة كده المصنع بتاعنا فالمصنع بتاعك لو حصل في مشكلة خط الإنتاج كله هيوقف فلازم نتدخل في الوقت المناسب وما نتأخرش في التدخل الصحيح يعني إحنا رشينا خلاص وكلفنا وجبنا دواء ورشينا وجبنا مطور وكلفنا طيب إيه بقى الفرق؟ الفرق إحنا تدخلنا في الوقت الخاطئ وده طبعا أهم شيء يعني ده هيوفر عليك حاجات كتير وهيوفر عليك بقى إحنا لسه هنكفح تاني بقى عندنا مشكلة هية لازم نتدخل ونحلها هنحلها إزاي؟ هنتطر رش الزيوت النباتية أنا لا أفضل الزيوت المعدنية عشان طبعا إحنا دخلين على ارتفاع في درجات الحرارة فهنتطر نرش زيوت معدنية زيوت نباتية عشان نتخلص من المشكلة اللي هي موجودة على الأوراق عشان الشجرة تبدأ تقوم بعملية البناء الضوئي بشكل جيد وتبدأ طبعا تغزي السمار اللي حضراتكم شايفينها ديت والسلام عليكم